اه زيكم الحمدين ايه ان شاء الله النهاردة الفيديو يبقى خفيف كده ويبقى مفيد بازن الله اه انا فكرت قلت ان انا بدلا ما اقعد هشرح بقز مسلا وفيه شرح كتير فانا هشرح الحاجات اللي ممكن تفرق معي او الحاجات اللي فيها افكار شوية اه الحاجات اللي ممكن تدفلك او انت مسمتش عنها او لو انت مسمتش عنها اكد لك وردو ان هي لسه مهمة وانك لازم تشتغل بيها اه طبعما كانش ينفع ابدأ الفيديوز داية من غير ما ابدأ باول بوج اكتبع الانفورميشن ديسكلوجر لان هي اكتر بوج انا قدرت ان انا ابلغها اه هي فيها افكار شوية اه بس كل ما بتعرى اكتر في الموضوع او كل ما بتعرى افكار اكتر الموضوع بيبقى سهل انك تطلعها يعني طيب اه يعني ايه انفورميشن ديسكلوجر معتقدش ان ما حدش يعرف ان هي تسريب المعلومات لها كذا شكل كذا طريقة لو انت دورت او حاولت تدور اكيد اكيد مليون في المئة هتلاقي ان الناس كتير قوي شرحة فانا مثلا كنت دخلت كتبت انفورميشن ديسكلوجر بس في السيرش انا واحد كاني ما يعرفش اي حاجة لقيت انها كارون من الزلا بلو بتشرح فيها اي اي و اي اشكالها وبتقدر ان هي تطلقت يبقى فيها امباكت ازاي على البيزنس يعني او على الكاستمر طيب ام معتقدش ان ده من وضعنا ان احنا نشرح الانفورميشن ديسكلوجر دلها دي ولكن خلينا يعني نسكيب الحتة دي ونروح للحتة لبعدها ان احنا ممكن نطلق انفورميشن دسكلوجر من ايه اه في اول حاجة بتيجي في دماغك اللي هي الجواسكريبت فايلز او اول حاجة مسلا الناس بتطيق كلم عليها الجواسكريبت فايلز اقروا الجواسكريبت فايلز وهكذا جميل تاني حاجة مش كتير او بيقول عليها وهي المسكونفجراشنز المسكونفجراشنز انت مثلا دخلت دلوقتي على الويب سايت لقيت ان هو شغال بتكنولوجي معينة فببدأ ان انا اروح لحتة التكنولوجي ان انا ابدأ اشوف اصلا هو شغال بايه واخد نوتس بعد كده بدأ ادور في كل تكنولوجي هو بيستخدمها عن الفايلز بتاعتها عن هي بتمشي ازاي هل فيها مسكونفجراشنز ولا لا اشوف الفيرجنز اللي شغالة مش ناس كتيرة بتركز في الموضوع ده مع انه طلع لي حاجات كتيرة جدا قبل كده طيب خلينا في نفس البوينت برضو انا دلوقتي دخلت على الويب سايت وانا بشوف التكنولوجي اللي هو شغال بيها مسلا البربلايزر لقيت ان هو بيشتخدم سيم اس مسلا وليها كان وورد بريس فببدأ ان انا نظر على الفايلز او الورد لست اللي هي اا اا معروف ان سيم اس اا وورد بريس مسلا بيبقى فيها فايلز معينة او ليها بصز معينة فبتبدأ ان انت مسلا انت دلوقتي ما تعرفش اي حاجة او انا انا مسأل لك الموضوع الاخر بتبدأ ان انت تشوف نفس الفايل اللي عند حد وحد بلغها او حد لأ. عشان طبيعي. انت بتعامل مع بوج مش ما فيهاش تيك قوي. ولكن هي بالعقل هل نفس الموجودة? هل الفايل اللي معاك بنفس اللي قصرت او عملت باللي حد تاني بلغها? عشان كده دايما البلاقي مثلا ان حد منزل على تويتر ان انا لقيت اول باصل فلاني فانا بلغتها متقابلتش مع ان اللي بنزلها باللغة وتقابلت. طب اكيد مش نفس الانفورميشنز. يعني احنا مفروض انت بتتعامل بالنماغة. مفروض تطلع امباكت معين. مش مجرد ان ك لقيت الحاجة هتجرت باللغة بالذات في الانفورميشن دسكلوجر. انت لازم تبدأ تبص هل الحاجة دي اصلا ليها امباكت على البزنس ولا لا? هل ليها امباكت على الكاستمر ولا لا? هل ليها امباكت او فينانشال امباكت ولا لا? فبتبدأ ان انت اكيد تبص الاول على الانفورميشنز وتشوف هل هي في الامباكت حاجة قوية ان هي تتقابل ولا اصلا الفايل بتاعك فاضي ما فيهوش حاجة. اه دي فكرة من الافكار. حوار ان انت تشوف التكنولوجي اللي شغال بيها الموقع وتبدأ ان انت تشوف الفايلز بتاعتها. اتكلمنا عن المسكونفجريشنز اللي انت برضو بتشوف التكنولوجي وتشوف هل فيه مسكونفجريشنز وصلا السيرفر اللي هي شغالة بيه او التكنولوجي اللي طيب اسهل عليك الموضوع ده. انا لقيت مسلا ان فيه تكنولوجي معين. اه الموقع بيستخدمه. فبس صراحة انها ساعات كتيرة ما ببقاش عارف فببدأ ان انا ادور في جوجل. وحاجة من الحاجات اللي انا بدور فيها ان كلها بتاعت المسكونفجريشنز. اه بيقى فيها حاجة قيسة يعني. اه اغلب بتبقى موجودة كمان. اه هتلاقي حاجة كتيرة. فانت بتسيرش. انا ببدأ ان انا سيرش في جوجل الاول. بالحاجة اللي بادور عليها. والفيرش بتاعتها هل ليها مسلا او كده. ده عموما يعني حتى مشو. وباقي الميكلوية تيمبلتس اخد ان انا اخد بصة كده. هل في حاجة مسلا وابدأ ان انا اشوف التيمبلتس طب حصلت ازاي. لان ممكن نفس يبقى في ومش موجودة عندك. لان ممكن يبقى مختلف. فانت لازم تفهم الحتة دي. ان مش شرطة مسلا لو دلوقتي موجودة في معين. ان هي زي ما اشتغلت عندك تشتغل عند غيرك. يعني او زي ما اشتغلت عند غيرك تشتغل عندك. اه مالش فصل. فخلينا نرجع تاني. طيب. اه خلينا نكمل. اه في حاجة تانية ان احنا الفوزنج اكيد يعني دي حاجة مهمة ان انت بتبقى تفوز على او بتبقى تفوز على اه اه ممكن يبقى فيها يعني. اه في حاجة تانية ممكن يطلع منها بتشوف الابليكيشن نفسه شغال ازاي انت بتتعامل مع الابليكيشن برضو بتشوف دي حاجة اه اه يعني ممكن تطلع منه يعني ممكن تطلع منه يعني ممكن تطلع منه فتبدأ تشوف هو بتعمل معها ازاي. نروح بقى الحتة تانية وهي انك كل ما توسع اللي انت بتدور فيها. كل ما انت احتمالات انك تلاقي حاجة بتبقى كبيرة. فشان كده انا بحاول ان انا استخدم شوية زي طبعا اهو. طيب في ناس كتيرة ما تعرفش بتاعت شودن او او بتاعت شودن. ففي موقع اهو ممكن ابقى احطه في آآ انا عايزك يعني مش عايزك تفضل تحط مثلا او هنا وتبدأ ان انت تدوس وخلاص. آآ لأ عايزك تعرف ايه اصلا ممكن تبقى شغلة ازاي. يعني تفهم هو بيطور على الحاجة ازاي. آآ في موقع تاني اللي هو فوفا برضو. وده في كويري ديسكريبشن مش محتاج. آآ في تاني هانتر. هانتر ده جامد برضو في كويري جايد. آآ بيقول لك برضو تشتغل ازاي. طيب. آآ في ايه تاني? في جوجل لك. طيب جوجل دوركس في ناس كتيرة مش تبقى فهمها او مش عارفها. ولكن هي سهلة جدا يعني. وسرعة جوجل من اكتر الحاجات او من اكبر الحاجات اللي انت هتلاقي فيها حاجة. فبس انا عايزك بس يعني هحط لك الويب سايت اللي فيها دوركس تيت. وانا عايزك بس تفهم هو شغال ازاي. عشان تعرف انت تكاستمايش بقى كده وتدور بنفسك على الحاجات دي. آآ اعتقد ان انا وجيتها باقيب. آآ وهعط لك برضو اللينك بتاع بتاع الدوركس بتاع الجيت هاب. آآ اعتقد ان انا كده غطيت شوية حاجات آآ صغيرة حاولت ان الفيديو ما يكونش طويل. آآ ما شرحتش بالتفصيل كل حاجة. آآ شرحت ايه يعني معينة كده. الناس ما بتاخدش بالها منها. اللي هي اكتر حاجة ركزت عليها. والتكنولوجي عموما. اللي انت ازاي اصلا تركز مع التكنولوجي بتاعت الموقع وهي دي هتفيدك او هتطلع لك حاجات كتيرة. وازي ان انت لازم توسع السيرفس اللي انت بتدور فيها. لان اكيد كل متوسع السيرفس كل ما يبقى في حاجات الشركة مش عاملها كنترول عليها مظبوط يعني. فدول اغلب الحاجات آآ انصاحكم تبعوا رواي تبس كتيرة. اللابس بتاعت بورت سواجر برضو كويسة. اعطلوك اللينك. اكيد فيها دليكو حلها او عد عليها. عايزكو بس متحلوش اللابس برضو. وخلاص عايزكو تقروا للحاجات دي لانها مهمة. وبس كده. ان شاء الله الفيديو الجاي يكون قريب مش بعد سنة. شكرا لكم.